وبنكمل مع بعض تعديل جرعات الأدوية في رمضان لو ما شفتش الفيديو اللي فات واللي تكلمنا فيه عن الجلوكوفاش هتلاقيه ظهر قدامك دلوقتي جنب علامة التعجب شوفه وتابع معينا في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن باقي الأهم الأدوية اللي موجودة للسكر في السوق وهو السلفونايل يوريا عشان عدد كبير جدا من الناس بتستخدمه ونشوف كده إذا كان هيحتاج في تعديل ولا مش هنحتاج تعالوا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مجموعة السلفونايل يوريا من المجموعات المشهورة جدا واللي عدد كبير جدا من المرضى بيستخدموها فهتقابلها كتير في السيدلية وخصوصا للناس في رمضان كمان احنا عندنا مشكلة مع المجموعة دي إن هي من أكتر المجموعات اللي ممكن تسبب هايبو جليسيميا فلازم تكون معرف المريض بتاعك إن هو ممكن يعني يبقى عارف إيه الأعراض بتاعة الهايبو جليسيميا كويس جدا ويعرف إزاي يتصرف لو حصل له هايبو جليسيميا علشان ممكن يحتاج إن هو يعدل الجرعات بتاعة الأدوية دي في رمضان المواد الفعالة في المجموعة دي هم الجليكلازايد اللي هو موجود في الديامايكرون وكمان الجليمي برايد اللي موجود في الأمريل لو افترضنا إن الشخص ده كان بياخد قبل رمضان الجرعة مرة واحدة في اليوم فالمرة دي هتكون في رمضان بعد الفطار أما إذا كان بياخدها مرتين في اليوم فهو هياخد جرعة بعد الفطار وجرعة بعد السحور وإذا الشخص ده انتبته حالة هايبو جليسيميا أو حس إن هو بيحصل له هبوط في السكر وتأكد بالإياس إن هو حصل له هبوط في مستوى السكر في الدم ممكن بالاستعانة بالطبيب إن إحنا نعدل الجرعة بتاعته بتاعة جرعة السحور ونخليها لنص الجرعة اللي هو بياخدها يعني جرعة كاملة في الفطار ونص الجرعة في السحور على حسب طبعا استشارة الطبيب المعالك أما بالنسبة للأنسلين ففي تغييرات هتحصل في الأنسلين فيفضل إن الشخص اللي بياخد أنسلين يتواصل مع الطبيب بتاعه علشان على حسب حالة كل مريض وعلى حسب نوع كل أنسلين هيحصل تغيير في النسبة اللي الشخص بياخدها منه علشان ما يحصلوش ولا ارتفاع في السكر ولا هبوط في السكر أما بالنسبة لباقي أدوية السكر فهي في الغالب مش هتحتاج تعديل في الجرعات والمريض هيفضل ماشي على الأدوية بتاعته كالمعتاد وبكده نكون خلصنا أشهر أدوية السكر اللي ممكن تقابلها وتحتاج تعديل لجرعات في رمضان ونتقابل في الفيديو الجاي واللي هنتكلم فيه عن أدوية الهايبرتنشن وأشوفكم على خير إن شاء الله دا كاترة وسلام عليكم